الوسيط الجديد اللي لسه مبتدئ اللي لسه مستلم شغل جديد او اللي لسه حاي يستلم شغل او اللي لسه بيدور على شغل دايما مشكلتهم اول اسبوع واول شهر يعملوا ايه يتصرفوا ازاي ايه اللي مفروض يعملوه خصوصا لو ما فيش حد بيساعدهم في الشركة يبتدي ازاي هي دايما دي المشكلة واكبر مشكلة وهي فعلا مشكلة النهاردة حنحاول نساعدكم تحلوها انا عشرف علام واهلا بكم في المخبر العقاري اهلا بكم مشكلة المشاكل لاي وسيط جديد لسه متعين او لسه حيتعين او حتى لسه بيدور على شغل ما بيبقاش عنده تصور ايه اللي حيحصل بالزبط اول ما يستلم الشغل طبعا الموضوع جديد عليه وبيبقى عايز حد يساعده حد ياخد بايده ويفهم ويعمل ايه وده مش سهل وشركات كتير ما بتقدمش المساعدة للأسف للأسف فعلا دي مشكلة كبيرة مش في مصر بس ده للأسف في كل الدول العربية مفيش شركات بتساعد الوسيط وتفهم ويعمل ايه فيه شركات طبعا عندها تدريب لكن دول مش كتير فهو طبعا بيبقى حيران وتاية وعايز بس حد ياخد بايده ويفهمه فنحاول نهارده نتكلم في اهم النقط هي النقط كتير يعني الفيديو ما يكفيهاش بصراحة لكن هنحاول نغطي اهم نقط المفروض انك تبقى عارفها وانت داخل المجال ده وتستعد لها علشان تعرف توقف على رجلك اول اسبوع او اول شهر اول حاجة لو انت لسه بتدور على شغل فنصحتي ليك ما توجعش دماغك قوي بقصة حاخد كام ومرتبي كام والحاجات دي يعني لو شركة هتعرض عليك شغل بدون مرتب لكن في تدريب روح الشركة دي نصحتي ليك استفاد من التدريب مش مهم الفلوس اعتبر نفسك الفلوس اللي هتاخدها دي اك انك دفعتها في التدريب لان التدريب مهم جدا بدل ما انت قاعد في البيت انزل تدرب شهرين ثلاثة في الشركة من غير راتب حتى لو عرضوا عليك من غير راتب خالص مفيش مشكلة راتب قليل ما توجعش دماغك كتير بحتاخد كام توجع دماغك المهم بانك هتتدرب ازاي هيعلموك ازاي هل عندهم فعلا تدريب ولا لا تتأكد من الموضوع ده وتبتدي تنزل لكن في اي حال من الاحوال ما تبصش للموضوع ده انت تبص للشركة كبيرة شركة المكان بتاعها المكتب نفسه يكون مكتب يساعدك على الشغل فدي اول نصيح الحاجة التانية ان الشركة دي يكون فيها تيم ليدر يعني هتخش تشتغل مع تيم مش هتدخل تشتغل لوحدك يعني لو مفيش حتى تدريب يكون في تيم ليدر عندكو تيم ليدر انا هشتغل مع تيم لا ما عندناش تيم ليدر احنا مشتغلش بالنظام ده احنا كل واحد بيجي بيشتغل لوحده شكرا ماينفعش ايه تشتغل من خلال تيم عشان يبقى فيه تيم ليدر عشان يبقى مسؤول عنك ويدربك فتدور على شركة فيها تيم ليدر الحاجة التالتة دور في الشركة على الناس النجحة او على انجح واحد في الشركة انت طبعا هتعرف في الناس كلها هتقولك هتتكلم مع الناس اتنين تلاتة هم دول انجح ناس ابتدى اتقرب لهم وابتدى اتعرف عليهم ورائبهم واشوف بيعملوا ايه واسألهم مفيش مشكلة بالعكس الناس النجحة بتحب جدا انها تساعد غيرها فانت تتعرف عليهم وتشوف بيعملوا ايه ودايما تسأل 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 كل ما تحتاج حاجة اسأل حد منهم علشان تتعلم دول يبقوا المسألة الاعلى بتاعك دول اللي هيخلوك تتعلم بسرعة وطبعا فيه العكس فيه ناس في الشركات هتلاقي فيه ناس فشلة كتير وناس سلبية كتير وعلى طول عندهم طقات سلبية اوعة تقعد مع الناس دي ابعد عنهم تماما الناس اللي دايما بتشتكي والسوق وحش والشغل وحش وجاي على طول ارفان ومتدايق ووش وما بيبتحكش وما بيبتسمش غير لو قابل عميل او كلم عميل غير كده دايما مكشر ومتدايق وزعلان وشايل هم الدنيا ابعد عن الناس دي تماما ولو حد منهم كلمك وتكلم معاك في حاجة سلبية قل له كده على طول اتعلم من اول ما تشتغل انك تقول له لو سمحت ما تكلمنيش في حاجة سلبية عايز تتكلم معايا كلمني في حاجة ايجابية انا محبش الكلام السلبية انا مش ناقص انا راجل جديد في الشغل وما بحبش الطاقة السلبية دي عموما ويريت لو هتتكلم معايا كلمني في حاجة كويسة حاجة ايجابية ويما بلاش كلام في السلبية خالص ابعد عن الناس دي تماما الثانية المهمة اوعد تقارن نفسك بحد يعني اوعد تشوف حد ناجح وبيعمل وتقارن نفسك بيه يا ده بيعمل ازاي الارقام دي وانا ما بعملش ازاي هو بيعمل كده حتى لو هو جديد انت ممكن انت يعرف ان في واحد جديد في الشركة بقاله ثلاث شهور مثلا وعمل ديلين ثلاثة بارقام كبيرة ما تقارنش نفسك بحد خالص الشغل ده منفعش فيه المقارنات كل واحد حالة خاصة انت ما تعرفش هو خلفيته ايه ما تعرفش هو بيعمل ايه لكن اللي تعمله انك تحاول تتقربله وتعرف هو بيعمل ايه عشان يوصل للنجاح ده هو ده اللي انت تحاول تعمله ما لكش دعوة بحد ولو حتبص للحاجات دي بصلها انها تبقى حافز مش انك تقارن نفسك وتحاول تقلل من نفسك اوعى تقلل من نفسك انت بس اتعلم كويس وركز في التدريب بتاعك والتعليم وانك تفهم المجال بتاعك كويس علشان ما تكرهوش وتضطر تسيب واهم حاجة كمان انك من البداية تتعلم انك تنظم نفسك يبقى عندك تنظيم لوقتك تحدد لنفسك المهم بتاعتك هتعمل ايه في اليوم بتاعك هتبتدي ازاي عندك مشاريع هتدرسها يبقى حاول ساعتين اذاكر اذاكر المشاريع وكمان تبتدي تعمل كولد كولين تشوف الدياتا هتجيب داتا منين الشركة هتدي لك الدياتا او انت هتدور على ناس على عملة على ارقام تليفونات وتبتدي تتكلم فتحدد لنفسك وقت كمان لموضوع الكولد كولين المهم ان انا جاهز كل يوم اليوم بتاعه هيمشي ازاي اول ساعتين هعمل ايه ساعة اللي بعديها اول ساعتين هاخد بريك بعد كده هكمل هعمل ايه تنظم نفسك كل يوم وتلتزم بالجدول ده وما تطلعش عنه تحاول تفهم اكتر عن المنطقة اللي انت هتشتغل فيها وكمان عن المجال العقاري عموما تقرأ وتثقف نفسك الحاجة التانية انك تعمل لنفسك تارجد سنوي الشركة ممكن تكون لسه ما دتلكش تارجد بس انت تعمل لنفسك تارجد وحتى الشركة لو اديت لك تارجد لازم تعمل دايما لنفسك اعلى من اللي هم بيطلبوه منك ما تحلمش احلام صغيرة انا عايز خمس تلاف في الشهر وسبع تلاف في الشهر وعشر تلاف في الشهر لو دي احلامك روح اشتغل في محل يوقف فيه وخلاص روح اشتغل بقى في اي سوبر ماركت في كرفور في زارة في اي حاجة من الحاجات دي انت بتشتغل الشغلان دي عشان ايه عشان تعمل خمس تلاف وسبع تلاف ما دول سهل جدا تاخدهم من اي محل تقف سبع تمن ساعات وخلاص وتاخدهم لكن دي مش احلامك او مش مفروض تبقى احلامك فلازم تحلم كبير على الاقل تحط لنفسك تارجد تلاتين اربعين الف في الشهر دي اقل حاجة يعني في حدود النص مليون في حدود نص مليون جنيه او نص مليون درهم حسب البلد المهم ان انت تعمل رقم كبير مش اقل من تلاتين او اربعين الف لازم الرقم ده يكون دايما تلات او اربع اضعاف الراتب العادي بتاع اي شغلانة عادية في السوق وان لم يبقاش لها لازمة شغل المبيعات دايما مالهوش لازمة تدخل تلاتين الف صافي ليك في الشهر اذا انا ابتدي حدد التارجد ده وابتدي اشوف اعمل ايه عشان احققه هو التارجد ده محتاج كام مليون شقة بكام مليون او عدد شقة بكام مليون او عدد فلال او 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 المجموعة يعني حسب بقى انت العمولة بتاعتك هتبقى كام احسب المبلغ اللي المفروض ادخله علشان اجيب العمولة دي فالاقي المبلغ مثلا 10 مليون في الشهر يبقى انا لازم هو ده التارجد بتاعي اعمل التارجد ده وخليه هدف قدامي انا لازم احقق 10 مليون 10 مليون دول يعني كل اسبوع 2.5 مليون اذا انا كل اسبوع لازم ابيع شقة ب2.5 مليون او شقتين او 3 واتفر اللي حبيعه المهم ان انا لازم دايما ازق نفسي ان انا اسبوعيا لازم اخر الاسبوع اكون عامل حاجة ب2.5 مليون لازم لو اشتغل خمس ايام اموت نفسي الخمس ايام دول ان انا لازم في اخر الاسبوع يكون في عميل خلاص جاي يشتري لازم تارجد لازم تحط ان نفسك تارجد اوع تشتغل من غير تارجد اوع تشتغل كده الاهلي زي ما بيقوله تشتغل كده وخلاص زي ما تيجي تيجي وربنا يسهل ده مش شغل ده مش احتراف ومش هتعرف تعمل فيه فلوس ومش هتنجح وحتكره الشغل وحتسيبه اشتغل دايما بتخطيط خطط لنفسك ويعمل لنفسك تارجد واشتغل عليه واشتغل بالبايبلاين زي ما انا قلت في فيديو قبل كده تقدر ترجع للفيديو بتاع البايبلاين فده مهم جدا موضوع تارجد الحاجة الاهامة بقى عشان تنشر نفسك اول ما تبتدي تشتغل انك تعرف كل الدايرة اللي حواليك كل اريبك اول حاجة اريبك وجرانك كلهم لازم يعرفوا ان تشتغل في العقارات اوع تنسى الموضوع ده مهم جدا 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 حتى لو تعرف محلات اصحاب المحلات اللي حواليك دول مهمين جدا الناس اللي حواليك دول اهم حاجة الدايرة اللي حواليك وبعد كده طبعا اصحابك على وسائل التواصل كلها خلي الناس كلها تعرف المهم انك على وسائل التواصل تنتشر تماما لازم تنشر نفسك باي طريقة كل يوم يعدي لازم تكون طالع مستفيد منه يا بمعلومة جديدة يا بناس جديدة المهم انك كل يوم تروح تفكر عملت ايه تلاقي نفسك اه انا استفدت النهاردة انا الحمد لله عملت حاجات هتفدني ما تستعجلش كل اللي بتعمله ده انت بتأسس لمستقبل وما تستعجلش النتائج المهم انك تفضل مستمر وتحس انك كل يوم استفدت من اليوم ما روحتش الشغل ازاي ما روحته ازاي ما رجعت ما فيش اي حاجة جديدة لا طبعا بايه لازمته لازم تخرج من الشغل وتروح البيت كده وانت في دماغك حاجة جديدة تعلمتها النهاردة او حد جديد تعرفت عليه كل ده حينفعك اصبر واحدة واحدة كل ده حيصبف مصلحتك مع الوقت المهم انك تستمر بلا توقف دي كانت طبعا نبزة سريعة لان طبعا عشان نتكلم في الموضوع ده طبعا عايزين كرسل واحده لكن ده كان اختصار علشان وقت الفيديو نتمنى طبعا تكونوا استفادتم منه وطبعا بفكركم بان عندي كرس في مصر يوم 14 15 16 يناير هيكون في فندق في منطقة التجمع اللي حبي اشترك في الكرس هيبقى فيه اللينك تحت الفيديو تقدر تدخل على اللينك وتسجل وفيه ناس هتكلمك وهيقولولك الاجراءات اللي تعملها ايه ويتابعوا معاك وانا نازل مصر الاسبوع الجاي عشان احضر للكرس هكون موجود يمكن لفترة اسبوع او عشر تيام واتمنى طبعا كل اللي يحتاج الكرس يقدر يسجل عشان يستفيد لان زي ما قلت قبل كده اللي اقدر هيكده لك انك بعد ما تخرج من الكرس ده تلات ايام هتبقى شخص مختلف تماما عن الشخص اللي دخل الكرس قبلها بتلات ايام اتمنى طبعا اشوفكم واتمنى لكم التوفيق جميعا وطبعا كالعادة ما تنساش اشتراك في القناة تفعيل الجرس ولايك لو عجبك الفيديو والاشتراك في قنوات التواصل الاجتماعي بتاعتي كلها موجودة تحت الفيديو وتعمل شير لزمايلك في المهنة علشان الكل يستفيد واشوفكم الفيديو الجاي شكرا اشتركوا في القناة